تواجد عامة الناس هنا في بورسودان تستهدفهم مجموعة الرصيفة الثقافية بما يسمى عروض الفرجة المسرحية تجوال فني فرضه غياب دور العرض المسرحي بالمدينة على حافة الأزمنة واحدة من المسرحيات التي ناقشت بعضا مما هو مسكوت عنه في المجتمع السوداني كخطاب الكراهية الذي لعب دورا في اشتعال الحرب ومصادرة بعض الحقوق الشخصية للفتيات كاختيار الزوج أماني هي شخصية في المسرحية بتخاطب أربع خيالات لها من حياتها المعدد أو أربع خيالات لها هي في جواء يعني الشخصيات الكامعة هي شخصيات خيالية أكثر فهي متعرضة لصدمة نفسية حادة من ما مرت به في حرب إبريل فقدت أسرتها المشكلة الأساسية التي كانت تعاني منها كانت بسبب خطاب الكراهية شغف الناس هنا بالفن المسرحي دفعهم لتجاوز ما بدى لهم كخطوط حمراء لا طالما تحكمت في رسم علاقاتهم الاجتماعية فمشاعر الحب عند الفتيات مثلا قضية قد لا تأخذ في اعتبار ولي أمرها عندما تطلب الفتاة لزواج وهو أمر يرى كاتب سيناريو مسرحية على حافة الأزمنة أنه بحاجة إلى لقاش مفتوح تاجين بشكل كبير أنه تتقدم عروض مسرحية في مناطق كثيرة وتوصل الرسائل بكل الطرق الممكنة عن طريق المسرح لأن المسرح بساهم حقيقي في أن الناس تستعيد ذات وحاجات كثيرة وتبتدي تعيد التفكير في كثير من القضايا هنا وفي الهواء الطلق استمرت عروض المسرحية والتي تابعها جمهور مليء بالتباين جمهور لم يخفي أجابه بهذا النوع من الفنون فالمسرح في نظر هؤلاء وسيلة فعالة تجسد رغباتهم وتفاعلاتهم تجاه قضاياهما الملحة أرضي كان سمح الأمانة دي واحدة من المشاكل الكثير موجودة في واقعنا وعلى وقع ما أحدثته هذه المسرحية من نتائج إيجابية ينتظر أن تثير تساؤلات بشأن قناعة السلطات بجدوى وسائل الثقافة في معالجة المشكلات وتجسير هوة الخلاف بين المجتمعات وقبول الآخر للفن المسرحي أهمية كبيرة في معالجة مشكلات اجتمائية والسياسية لطالما استعصى حلها وشكلت تحدياً أعاقى مسيرة تطور المنشود في بلد مزقته الحروب عبدالباق العوض الحرة فعصدان ترجمة نانسي قنقر